ننتقل إلى وزارة النقل حيث قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل إنه سيتم تخصيص حارة للنقل التقيل على طرق القاهرة الإسكندرية الزراعي وأسيوت القاهرة الصحراوي الغربي والسويس وتقاطع الأقليمي مع السويس لأنها من الطرق ذات الكثفات العالية للنقل الثقيل ولتقليل حوادث السيرة وتأمين الطرق وذلك بعد اتخاذ قرار بالتسيير سيرات النقل في الأوقات من الساعة 11 مساء إلى السادسة صباحا داخل المدن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الحوادث وتأمين الطرق وغيرها في التقرير التالي بعد سلسلة من حوادث الطرق كانت عربات النقل البطل فيها جاء قرار وزارة النقل بتخصيص حارات لسير عربات النقل الثقيل فقط على طرق القاهرة الإسكندرية الزراعي وأسيوت القاهرة الصحراوي الغربية إضافة إلى طريق القاهرة السويس وذلك في ظل توجه حكومي لعلاج جذور مشكلة حوادث الطرق بعدما أصبحت مصر الأولى عالميا في أعداد ضحايا تلك الحوادث هيئة الطرق الكباري أعلنت عن تخصيص ميزانيتها للعام المالي الحالي لرفع مستويات الأمان والسلامة لأربعة وخمسين طريقا بالإضافة إلى صيانة أربعمائة كبري وذلك بعد أيام من تشكيل رئيس الحكومة إبراهيم محلب لجنة لفحص حالة الطرق في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والذين كان لهم النصيب الأكبر من حوادث الطرق وراح ضحية تلك الحوادث العديد من السياح الأجانب منذ حدث طلاب البحيرة في الأسبوع الماضي بدأت الدولة في تكثيف تحركات على وضع استراتيجية لمواجهة تزايد حوادث الطرق وهو ما دفع المجلس القومي لاستلامة على الطرق إلى الدخول في حالة أقاد دائم لوضع حلول تكفل أمان المواطنين على الطريق كما تكثف وزارة الداخلية من حملات على الطرق لكشف السائقين المخالفين ما أصفر عن ضبط 182 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات